الجديد في حادث تصادم قطارين شمال مصر ارتفاع عدد القتلى إلى 49 والمصابين إلى 179 وعلى الرغم من عدم معرفة أسباب تصادم القطارين الذين كان متجهين إلى محافظة الإسكندرية الساحلية إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عطلاً ميكانيكياً كان وراء توقف أحد القطارين بشكل مفاجئ الأمر الذي أدى إلى استضام القطار الثاني به عشرات القتلى والجرحى بحادث تصادم وقع بين قطارين أحدهما كان في طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية والآخر كان قادماً من بورسعيد إلى المدينة ذاتها مصادر طبية مصرية أفادت صباح اليوم بارتفاع عدد قتلى الحادث إلى 49 قتيلاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى إلى ذلك أفاد مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية وفات مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة بالسكة الحديدية إثر دخوله في غيبوبة عقب مشاهدته جثث وأشلاء ضحايا حادث تصادمي قطاري الإسكندرية مشيراً أن مستشار وزير النقل وصل موقع حادث التصادم فأصيب بحالته بوطن ونقل على أثرها للمستشفى حيث توفي هناك مطالبات بتطوير أو إغلاق السك الحديد وحالة من الغضب بين برلمانيين وإعلاميين وسياسيين في الشارع المصري طالبت بالوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين مؤكدين أن على الحكومة المصرية تقديم حلول عاجلة لحل المشكلات المزمنة التي تعاني منها السكك الحديدية وضرورة النهوض بقطاع النقل وتطوير منظومة السكك الحديدية لتلافي مثل هذه الحوادث في المستقبل وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديد وضعف المراقبة وتقع حوادث قاتل بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد وكان الحادث الأسوأ في تاريخ السكك الحديد في مصر في العام 2002 حين أدى حريق اندلع في قطار كان متجها من القاهرة إلى جنوب مصر إلى مقتل حوالي 370 شخصاً